يشهد مزاد العملة في العراق وشركات الصرافة سحبا كبيرا للدولار كلما مرت ايران بازمة اقتصادية او فرض عليها اي حصار دولي مستغلة بذلك ظروف العراق ونفوذها فيه لتهريب الدولار منه خبراء عراقيون اكدوا وجود عمليات خطيرة لسحب العملة الصعبة من العراق وادخالها لايران بطرق تحتاج الى اعادة النظر في التدقيق والمراقبة والتشديد بحسب اعتقاد الخبراء الاقتصاديين العراقيين هناك تهريب للعملة الاجنبية الى خارج العراق لهذا عند تصدير والسيراد السلع يجب ان يكون هناك تدقيق عند ارسال الدولار الى خارج العراق يجب ان يكون هناك بضاع متساوية مع قيمة تلك العملة المرسلة اعتقد ان هذا النظام غير معمول به الان في المنافذ مع وزارة التجارة والمالية لهذا ارى ان هناك تهريب للعملة الخبراء اشاروا الى ان ايران تتجاوز الازمات الاقتصادية من خلال استغلال نفوذها في العراق واخراج العملة الصعبة منه بطرق متعددة ومنها عملية بيع وهمية ايران تمر في عقوبات امريكية صارمة العملة الايرانية انهارت تقريبا هي اكثر المستفيدين من عملية تهريب العملة من العراق اخرون يرون ان تهريب العملة الصعبة من العراق الى ايران يتخذ اشكالا تجارية لكن مضامينه هي تهريب للعملة الصعبة المبالغ اللي تطلع الى الخارج باسم الاستيرات حقيقة هو فقط حبر على ورق او نسبة كبيرة من هذا الموضوع هو يذهب ان تذهب النسبة هذه الى انه تطلع خارج القطر باسم الاستيرات لكن حقيقة الامر هي تطلع الى اناس معينين وتستمر ايران في استنزاف الاقتصاد العراقي بطرق مباشرة واخرى غير مباشرة دون رقيب او رادع يمنعها من التلاعب بقوت العراقيين وثرواتهم لذلك الى امر افتار الى 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 افتار